وخلال المسيرة التنموية لمملكة البحرين شهد قطاع النفط والغاز تطورات إيجابية من خلال مجموعة متكاملة من مشاريع الاستكشاف والتنقيب وتحديث الصناعة النفطية بجميع جوانبها لم تدخر اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي جهدا منذ أن عين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيسا لها بموجب مرسوم ملكي عام 2013 لتحقيق توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن إيسى آل خليفة أهل البلاد المفدة حفظه الله وراءه فوضعت استراتيجيات الأمن الاقتصادي وحماية الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة واستثمارها بجميع أشكالها وقد أثمرت جهود اللجنة في جانب الاستكشاف والتنقيب في اكتشاف أكبر حقل نفطي في مملكة البحرين هذا الحقل الذي يعد مصدرا لكميات واعدة من النفط الصخري والغاز العميق التي تؤمن مستقبل الأجيال القادمة وينبع اهتمام اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بقطاع النفط والغاز لما له من دور محوري في إرادات الحكومة وتمويل النهضة الاقتصادية والمشاريع التنموية والتي تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة وخلال المسيرة التنموية لمملكة البحرين شهد قطاع النفط والغاز تطورات إيجابية من خلال مجموعة متكاملة من مشاريع الاستكشاف والتنقيب وتحديث الصناعة النفطية بجميع جوانبها ومن آخرها مشروع تحديث مصفات النفط الذي سيتم الانتهاء منه عام 2022 وسوف يرفع قدرة إنتاج المصفات من 267 ألف برميل يوميا إلى 380 برميل في اليوم بعد الانتهاء منه في عام 2022 وصدر المرسوم الملكي الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز وفي عام 2007 تم تأسيس الشركة القابضة للنفط والغاز لتكون الذراع الاستثماري والتطويري للهيئة الوطنية للنفط والغاز تبيعها منذ عام 2008 حتى عام 2015 تأسيس عدة شركات تعنى بتطور صناعة النفط والزيوت والغاز المسال إضافة إلى مشاريع تطوير لحقل البحرين لقد لعب النفط والغاز دورا كبيرا في تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية للبحرين منذ اكتشاف أول بئر في الخليج العربي عام 1931 والذي تلاه تدفق النفط بكمية تجارية من البئر رقم واحد والبئر رقم اثنين وفي عام 1934 شهدت البحرين تصدير أول شحنة من النفط الخام وهذا الاكتشاف أسهم في دوران عجلة النمو والازدهار في مملكة البحرين وذلك لأن صناعة النفط قد وفرت مبالغا كبيرة مكنت من تأسيس العديد من الشركات الصناعية والقيام بمشروعات استثمارية كبيرة حيث افتتح في عام 1936 مصنع تكرير النفط وفي عام 1959 تم افتتاح أول محطة في الخليج لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في الجفير